السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي عندي كتاب صفحة 59 كتاب الملون read and point يقول لك اقرأ واشر the Iraqi museum المتحف العراقي information file مكتب معلومات معلومات هذه the Iraqi museum is very famous يقول لك المتحف العراقي جدا مشهور there are lots of beautiful and ancient things in the museum وتوجد الكثير من الأشياء القديمة ancient قديمة والجميلة beautiful in the museum بالمتحف can you see the head of a lion هذا راس الأسد هل ترى يعني تشوف راس الأسد يقول لك find two called bracelets اللي هو هذا الأساور يقول لك هل يعني يعني توجد بالصور شوف ثنين أساور هل تجد ثنين أساور براسلت can you find the ancient writing وهل توجد كتابة قديمة find the pout وجد في القارب يوجد بالقارب it is it is a gauf 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 a pout هذا شي سموها يوجد قارب from the river taigris taigris على نهر دجلة find and write the word هذا جد وأكتب الكلمات هذي طبعا مهمات جدا writing كتابة pricelets هذي سموها هاي أساور و باوت قارب وميوزيوم متحف number one you wear it on your arm يقول لك شي تلبسة بإيديك هي هذي pricelets pricelet pricelt pricelt هذي هذي pricelt يقول أساور اثنين أساور بالذرع it floats on water يعني يقول لك شنية about ما هو الشيء الذي يطف بالماء هو القارب three a place for interesting and anything things شنو الشيء أو ما هو المكان اللي بيه أشياء ممتعة وقديمة ميوزيوم المتحف for you need a pen or a pencil to do this هل تحتاج قلم رصاص أو جاف شنوه اللي تحتاج بالكتاب writing شايك هذني مهذا التمرين كلش مهم ويجي بالامتحان